مرحبا بكم واعتبر منسق المنظمة في آسيا براد آدمز في البيان أن الاتفاق المبرم بين ميانمار وبنجلاديش في 23 نوفمبر الماضي والتعاهدات التي قطعت على ضوئه بعودة الروهينجيا إلى منازلهم هو مجرد خدعة لا تؤدي إلى عودة آمنة لمسلمين الروهينجيا إلى قراهم واعتبر آدم أن صور الأقمار الاصطناعية تكذب ادعاة حكومة ميانمار بعد هدمها لقرى الروهينجا معنا من جينيف عبر السكايب الأستاذ عزيز عبد المجيد الأركاني رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان مرحبا بك أستاذ عبد العزيز أستاذ عبد العزيز إذا كانت حكومة ميانمار تكذب التقارير فإن صور الأقمار الاصطناعية لا تكذب أليس كذلك؟ نعم بكل تأكيد هي من المنظمات الدولية النشطة في إجراء التحقيق حول قضية الروهينجيا والتقرير الذي أسترته يحظى بمستاقية كبيرة نعم كما ذكرتم الآن العدد الذي ذكر الآن ضمن التقرير فهو فقط في ظرف الشهرين وليس في كامل الأحداث فلذلك أنه العدد هو أكبر أكبر بكثير مما الآن أصدرته بـ لأنه من خلال تحليل صور الأقمار السنعية ولا يوجد هناك داخل عركان من يرصد حقيقة الوضع يعني المنظمة نفسها لا تستطيع إفاد الأشخاص أو منذوبين من قبلها إلى داخل عركان وإنما هي التقارير التي تأتيها من خلال الأشخاص ومن خلال النشطة وإنما هناك داخل عركان بعض الأماكن هي محرمة أصلا يعني العجان والناس فبعض القرى التي ذكرت من ضمن أربعين قرية هي أحرقت وهي خالية أصلا يعني لا يوجد أحد فلذلك يعني كما ذكر ما هي الأسباب المبتغات وراء الحرق؟ أي أن هناك نواية مباهية كي لا يعود أصحاب هذه القرى وقطع الطريق أمامهم أليس كذلك؟ نعم هذه هي الحقيقة حكومة بورما عندما خطت لهذه العملية لهذه الماسة هي خطت يعني بعناية فائقة وهي يعني عملت يعني الخطة على مراحل ففي المرحلة الأولى هو إحداث صدمة يعني الفاجعة بحق الأبرياء المدنيين فمن خلال أولا القتل العام ثم يعني عملية الاقتصاد الجماعي بحق النزاع ثم هناك هناك في مراحل أخرى إجراءات اقتصادية يعني حرق القرى وكذلك نهب الممتلكات ثم بما بعد يعني سرقة المحصولات الزراعية وفرض الحصار والتجوية وأمور هذه كلها يعني إجراءات اقتصادية فهي أولا يعني أرادت من خلال الحملة ببدئيا إخراج أكبر قدر من الناس هما عملت بإجراءات أخرى يعني يعني بإجراءات اقتصادية أخرى أن لا يكون هناك أرضية قابلة للحياة أصلا نعم هذا الحرق ما على الأرض من بشر ومن حجر يعني بما يفسر مع أن الاتفاق الذي جرى بين بنجلاديش والروهينغا كان معروفا لكن رئيس أو منسق المنظمة قال إن ما جرى هو مجرد خدعة كاذبة أو كذب على ما تم الاتفاق ولماذا تمضي الحكومة حكومة المنمار في مثل هذه الخدعة والكذب والصور تقول الحقيقة نعم هو الآن المشكلة المجتمع الدولي إلى الآن يعني لم يأخذ الأمر بجدية المطلوبة فيها يعني الآن القضية قضية كبيرة والماساء ضخمة جدا فحكومة بورمى كما ذكر المنسق العامة يعني تمارس القداع أمام المجتمع الدولي فهي تظهر من جهة أمام العالم بمظهر يعني الدولة السمحة وتريد إعادة اللاجئين إلى ما هناك من الإجراءات الظاهرية وحقيقة الأمر هي تقوم بكل ما يناقض هذه الحقيقة يعني الآن ما قيل أن الحكومة البورمية تسعى إلى إعادتهم كلها كذبة جل ما هناك من الجهود الآن هو تجميعهم في إطار مخيمات يعني حتى لو عادوا يعني الآن أغلب الناس يعني يعرف مصيره أين يكون لا يوجد لديه بيت إنعاد ولا لديه مورد رزق ولا لديه هناك أرض قابلة للزراع أستاذ عزيز يعني رغم كل هذا الذي يمارس من جرائم ومن حرق ومن إبادة عرقية العالم يصم أذانه بريطانيا موقف بسيط صحب الجائزة يعني لماذا يصم العالم أذانه عندما يتعلق الأمر بمسلمين روهينغا هذا الموقف المتخاذل من المجتمع الدولي وبالذات من الدول المؤثرة خاصة أمريكا والاتحاد الأوروبي هذا الأول وكمان أن الحكومة البورمية الآن استغلت الظرف الذي يعيشه العالم الإسلامي والدول العربية فهي الآن توظف كل هذه العوامل لإضطهاد الروهينغا فيعني الآن لا يوجد هناك ضغوطات حقيقية وهذه الأوامل التي شجعت حكومة بورما لممارسة كل هذه الممارسات القمعية إلى يومنا هذا وإلى يومنا هذا بورما لم تتوقف من ممارساتها كل ما بيدها من سلاح الحرق والقتل والتشريد والتجويع وإيجاد أرض محروقة وكما أن ما ذكر عن الاتفاقية بين الحكومة البورمية والبنجلادياشية هي مجرد في هذا المعنى أستاذ عزيز أستاذ عزيز إذا سمحت لكنت سأسألك نص الاتفاق في الثالث والعشرين من نوفمبر ببعض المحللين هو شبه مستحيل لما جاء في بنيده وأيضا أن يمنع إقامة الأشخاص الذين وصفهم الاتفاق بنازحون ينمر لم يعطيهم حتى صفة أنهم من البلد كيف يعود هؤلاء النازحون الذين ليس لهم وطن كما يقول هذا الاتفاق لماذا هذا الاتفاق أصلا؟ نعم الآن للأسف بالرغم أن الحكومة البنجالية قدمت أشياء الكثير في هذه المرحلة وخلال واجهة الروهنجا من محنة العصيبة لكن نحن الآن نتحفظ الحكومة البنجالية برزت أمام الحكومة البورمية وخاصة من خلال هذه المذكرة أنها ضعيفة أنها استسلمت لما فرضت عليها حكومة البورمية كما ذكرتم الآن من ضمن هذه السياقة الذي ذكر يعني سمي الروهنجا أو لم يسمى الروهنجا أصلا فقيل أن المقيمون في بورما سوف نحن نقبلهم هؤلاء المقيمون الذين كانوا في منطقة رخين سوف نقبل إعادتهم إلى مناطقهم فأطلق عليهم المقيمون وليس المواطنون يعني ريسيدنس يعني كان مقصودا أستاذ عزيز أن لا يعودوا شكرا جزيلا لك نعم هو هكذا شكرا جزيلا لك في جناف الأستاذ عزيز عبد المجيد الأركاني رئيس المركز الروهنجي لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك